اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونقلت العديد من الصحف والمواقع عن شبكة HLN أن هناك معركة إيطالية إنجليزية حامية الوطيس على اللاعب المغربي البالغ من العمر 18 عاما متمثلة في المنافسة الشارسة بين نابولي ومونشستر سيتي لكن ما يعقد الصفقة تمسك مدير نادي جينيك البلجيك ديمتري دي كوندي ومعه أصحاب القرار في النادي ببقاء الخنوس لنهاية الموسم الجاري ويأتي اقتنع غوارديولا بنجم خط الوسط المغربي أولا للنسخة المبهرة التي كان عليها مع منتخب بلاده في المونديال تانيا للطفرة الكبيرة في مستوى مع جينيك منذ بداية الموسم بتطور ملموس في شخصيته وأدائه داخل المستطيل الأخضر من مباراة لأخرى حيث يرغب غوارديولا في تأمين مستقبل مركز صانع الألعاب وأيضا التخلص من هاجس عدم وجود بديل على نفس جودة وكافاءة القائد كيفين دي بروين لا سيما بعد الظهور الباهت لابن أكاديمية سيتي كول بالمر الذي خيب آمل مدربها وبحسب ذات المصادر يتقل مدرب الإسباني وطقمه الفني في مونشستر سيتي بجودة وإمكانة الفتى المغربي على اعتبار أنه يتمتع بالمواصفة اللازمة لاستعاب أفكاره والسراتيجية المدرب وتطبيقها على أرض الملعب بجانب الرهن على خبراء وكشاف جينيك المشهورين بالأعين الخبيرة التي التقطت من قبل أسماء بحجم كيفين دي بروين وتيبو كورتوى تشيلسي تصدم بقوات حكيم زياش بهذا القرار الصادم أشارت صحيفة تليغراف البريطانية أن إدارة تشيلسي الإنجليزية تنوي الاحتفاظ بالدولة المغرب حكيم زياش إلى غية المركة الصيف القدم حيث أن سبب اتخاذ القرار هو تعرض مجموعة من لعب تشيلسي للإصابات في الفترة الأخيرة وأضفت تليغراف أن هذا القرار جاء بعدما ارتبط اسم زياش بمجموعة من الأندية الأوروبية بعد تألقه في كأس العالم وكانت الصحف الإيطالية تحدثت عن قرب انتقال الدولية المغربي حكيم زياش لعب فريق تشيلسي إلى الدور الإيطالي خلال المركات الشاتوية من بوابة نادي ميلان وأضحت الصحيفة أن مسؤولنا ديم ميلان تابعوا أداء زياش رفقة المنتخب المغربي في مونديا القطار وانتظروا قرار إدارة تشيلسي النهائي في ظل عدم وجود نية الاعتماد عليه بشكل أساسي رفقة الفريق الأزرق وتألق حكيم زياش بشكل لافت رفقة المنتخب المغربي في نهائية كأس العالم بدولة قطار حيث حصل الأصود على الرتبة الرابعة في المونديا القطاري مدرب إشبيليا يصدم يوسفان سيري بتصريح متير أكد المدرب الأرجنتيني خرخ سانباولي أنه يرغب في مهاجم يمكنه تسجيل عشرين هدفا في باقي مبارية الموسم معربا عن أمله في أن يحقق المغربي يوسفان سيري ذلك وقال سانباولي خلال المؤتمر الصحفي لمبارة ضد جيرونا بخصوص قرار يوسفان سيري بالبقاء على الرغم من عرض ويستهام يونيتد الإنجليزية وقال سانباولي لست أنا من يدير السوق وحينما سيغلق المركات الشتوي أبوابها سأقوم بإجراء تقييم شامل بالنسبة ليوسف أمل أن يتمكن من تسجيل عشرين هدفا ويساعدنا على الخروج من الوضع الذي نحن فيها أهم شيء بنسبة لنا جميعا هو إثبات قدرتنا على تغيير الأشياء ما زلنا في مرحلة الإنزعاج الذي حاليا في النصف السفلي من الترتيب بمجموع خمسة عشر نقطة فقط وبعيد عن مركز الهبوط بفرق الأهداف فقط حيث أن قدش الذي يحتل المركز الثامن عشر يملك نفس نقاط إشبيليا تشافي يستقر على استعادة عبدالصمد الزلزول لبرشلونا بات الدولي والمغرب عبدالصمد الزلزول قريبا من العودة لفريقه برشلونا الإسباني في المركات الشتوى الحالية وكشفت شبكة فوتبول توتال أن برشلونا يتجه لإنهاء عقد إعارة الزلزول لأصصونة من أجل إعادته للكامبنو ووفق شبكة فوتبول توتال فإن برشلونا ينتظر مغادرة المهاجم الهولندي من فيستيبايا لإلغاء إعارة الزلزول إلى أصصونة وبحسب ذات المصدر فإن برشلونا سيعود أصصونة بمبلغ مالي محدد وهو قيمة فصق عقد الإعارة الذي يمتد إلى نهاية الموسم الحالي بهدف استعادة الزلزولية ويأتي قرار برشلونا باستعادة الزلزولي بعدما أبدى مدرب الفريق تشاف هرنانديز إعجابه بالأخير وتطوره على مستوى الأداء والنطج التكتيكي نادي أطليتكو مادريد الإسباني يحسم صفقة التعاقد مع الدولي المغربي سوفيان أمر بط جدد نادي أطليتكو مادريد رغبته في التعاقد مع الدولي المغربي سوفيان أمر بطلعب في رونتينا الإيطالية خلال فترات الانتقالات الشتوية الحالية وأكدت مصادر مطلعة بأن الدولي المغربي سوفيان أمر بطلعب في رونتينا وفق على الانتقال إلى روخ بلانكوس هذا العام لتدعيم تركيبة البشرية التي يتوافر عليها الفريق الأحمر بعقد يمتد لخمس سنوات وينتظر أن يقوم الروخ بلانكو بإقناع فيرونتينا بتسريح اللاعب المغربي بعد الاتفاق على المبلغ المالي حيث قدم الفريق الإسباني مبلغ 30 مليون يورو فيما يرغب الفيولا في الحصول على 50 مليون يورو وستجمع المفاوضات بين الطرفين من جديد في جولة جديدة من أجل الحسم في التعاقد مع الدولة المغربية سفيان أمرابط لعب فيرونتينا الإيطالية حيث أكد المصدر ذاته أن كل الأمور تسير نحو التحاق متوسط ميدان المنتخب الوطن المغربي إلى العاصمة الإسبانية مادريد وأكد الصحفي الإسباني إيدو أكيري أن ديغو سيميوني مدرب أتلتكو مادريد أبدى رغبته الكبيرة في ضم أمرابط في ذلك قناعته التامة بقدراته الفنية خاصة بعد تألقه مع منتخب بلاده المغرب في بطولة كأس العالم وقال أكيري لبرنامج تيرينغيتو الإسباني أتلتكو مادريد يرغب في التعاقد مع سفيان أمرابط وناديه ينتظر العرض الرسمي لحسم موقفها وتبع فيرونتينا يرغب في الحصول على قيمة مالية مناسبة نظير رحيل السفيان أمرابط بما يوازي طموحة النادي في هذه الصفقة ويرتبط سفيان أمرابط بعقد مع فيرونتينا حتى الصيف الفين واربع وعشرين وتهتم العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معها أبرزها ليفيربول وأتلتكو مادريد وسط رغبة من أمرابط في خوض تجربة احترافية جديدة ترجمة نانسي قنقر